وفي سياق متصل أوقفت محكمة أمن الدولة 12 شخصا تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص على خلفية ارتكابهم مخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إساءة واضحة للضحايا الأردنيين في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة إسطنبول التركية ليلة رأس السنة مصدر الأممي أوضح أن الأجهزة الرقابية والاستخباراتية تتابع عن كثب كافة التعليقات والمنشورات المسيئة للضحايا والتي تتضمن تحريضا واضحا على الكراهية والتفرقة والتهكم على الضحايا وذويهم وكذلك تشكل تأييدا وتشجيعا للعمل الإرهابي الدموي بما يخالف الشرائع السماوية والقوانين والأعراف المحلية والدولية